يقول البشير متى في نبوة كتير كتير مهمة من مصر دعوت ابني طبعا احنا منعرف انه هيرودوس الكبير قتل اطفال بيت لحم لكن يوسف ومريم والطفل يسوع هربوا الى مصر لانه ملاك الرب حذرهم ذهبوا الى مصر وطبعا هناك كان فيه جالي يهودي كبير ويقال انه في الاسكندرية كان فيه حوالى مليون يهودي مليون نسمة موجودة في الاسكندرية عدا عن ذلك في الاسكندرية ترجمت الترجمة السبعينية من طبعا من اليهودية الى اللغة اليونانية فكان فيه طبعا ربايز وكان فيه اشخاص متضلعين في الدين مصر كانت ملجأ سياسي واقتصادي للاسرائيليين على مر التاريخ نقرأ مثلا عن ابراهيم هرب الى مصر يعقوب واولاد الاصباط الاثني عشر هاجروا الى مصر طبعا يوسف قبلا بيع الى مصر واصبح حاكم مصر موسى ولد في ارض مصر الملك ياربعام هرب الى مصر والبقية بعد قتل جدلية هربوا الى مصر وهكذا النبي ارمية ذهب وهرب الى مصر ايضا منقرأ عن اوريا هرب الى مصر في ايام الملك يهويقيم ثم العائلة المقدسة يوسف ومريم والطفل يسوع هربوا الى مصر اوليس عجبا رب السماء والارض يكون لاجئ في ارض مصر على تراب ارض افريقيا حتى يشجع المضطهدين والمشردين من بيوتهم واللاجئين بسبب الجوع وبسبب الاضطهاد الذي يحدث اشتركوا في القناة